بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إذن حبيباتي في فيديو اليوم إن شاء الله سأشارك معكم وصفة هي قنبلة رهيبة جداً في طبيض اليدين والتخلص أيضاً من التصبغات أهم شيء يعني أن مكونات الوصفة هي طبيعية وكذلك في متناول الجميع إذن حبيباتي قبل ما نمر للوصفة أتمنى منكم أن تدعموني وذلك بالضغط على زر لايك إذا أعجبكم هذا الفيديو لتشجيعي على إعطائكم المزيد من الخلطات والوصفات المجربة كذلك إذا كنتم من الزوار الجدود لقناة وصفات لكم فأهلاً وسهلاً بكم يسعدني انضمامكم للقناة وشكراً لكم دائماً إذن حبيباتي على بركة الله أول خطوة سوف نقوم بها وهي التي تعطي طبيض رائح وهي خطوة التقشر بالنسبة إلى المقشر لكم واسع النظر وحرية الإختيار ولكن أنا سوف أشارك معكم أحسن وأسهل المقشر بإمكانكم الاعتماد عليه بالنسبة إلى هذا المقشر سنحتاج فيه إلى تقريباً مقدار ملعقة كبيرة من السكر الأبيض العادي إذا كان كذلك متوفر لديكم السكر البني يكون من الأحسن هنا أنا لدي تقريباً مقدار ملعقة كبيرة من السكر بإمكانكم مضاعفة يعني الكيمية بالنسبة إلى تاني مكون سنحتاج كذلك إلى زيت الزيتون فبنسبة لزيت الزيتون خاصة يعني إذا قمتم باستعماله في حال استعمال يعني أي وصفة سواء مقشر أو ماسك يحتوي على زيت الزيتون فلا يجب التعرر لأشعة الشمس أي يجب استعماله ليلاً لأن استعمال زيت الزيتون مقابل الشمس سيؤدي إلى إسمرار البشرة إذا هنا سوف نقوم بإضافة نأخذ إناء مناسب نضع فيه تقريباً مقدار كما قلت لكم ملعقة كبيرة من السكر الخشن ثم سأضيف إليها مقدار ملعقة صغيرة فقط من زيت الزيتون وندمج العناصر لأننا هنا نريد يعني وصفة تكون على شكل مقشر أي لا تكون سائلة نستمر في خلط المكونين مع بعضهم البعض إلى غاية ما نتحصل على مقشر ممتاز جداً كما تعلمون السكر أيضاً يعمل على تبيض البشرة بشكل رائع جداً إذن هنا كما تلاحظون حصلنا يعني على خليط يكون متماسك بالنسبة إلى المقشر لا بد أن نستخدم أو نستعمل المقشر يكون على بشرة تكون نظيفة يعني تكون نظيفة تماماً بالنسبة إلى استعمال هذا المقشر سنأخذ القليل منه ونقوم بتطبيقه على البشرة بالنسبة لبشرة اليدين دائماً نركز على المناطق أو على المفاصل المفاصل الأصابع والتي تكون يعني أكثر المناطق عرضة للإسمرار نحاول الفرق يعني نأخذ كيمية بهذا الشكل ونقوم بفرق اليدين هكذا بالخصوص كما قلت لكم المفاصل إذا كان بها سواد نفرق تقريباً بحركات تكون دائرية لمدة يعني تقريباً مدة عشرة دقائق نحاول الفرق بهذه الطريقة فالمقشر لوحده في هذه الوصفة يعطي رطوبة طبيض رائع من أول استعمال إذا بهذه الطريقة نستمر هنا في تقشير طبقات الجلد الميت بهذه الطريقة تقريباً كما قلت لكم لمدة تتراوح يعني إلى عشر دقائق فهي كافية أما الآن فسوف ننتقل إلى الخلطة الثانية إذن الخطوة الثانية التي قلنا عنها هي عبارة عن ماسك ماسك لليدين سنحتاج فيها أو في هذا الماسك هنا إلى معجون الأسنان هنا لا يشترط عليكم يعني نوعية معينة بل استعملوا المتوفر لديكم أنا هنا سوف أستخدم تقريباً مقدار ملعقة من معجون الأسنان نأخذ إناء هكذا مناسب سأضيفه فيه مقدار ملعقة من معجون الأسنان بهذا الشكل بالنسبة للمكونات الثاني فسنحتاج إلى بيكربونات السودا أو بيكربونات السوديو وكما تعرفون البيكربونات هذا المكون رائع جداً في التبييد في إزالة طبقة الجلد الميت بالنسبة إلى الكيميا أنا سوف أقوم هنا بإضافة مقدار ملعقة صغيرة سأضع مقدار ملعقة صغيرة هكذا من بيكربونات السودا أو بيكربونات السوديو بعد ذلك سوف نضيف عصير الليمون الحامد هذا المكون لوحده قادر على إزالة الإسمرار وإزالة طبقة الجلد الميتة والتصبغات ولكن في حالة استعماله يعني بالطريقة الصحيحة أي أن يستعمل بعيداً عن أشعة الشمس يعني نستعمله في الليل باختصار سنقوم هنا بإضافة كمية عصير الليمون الحامد هكذا بهذا الشكل كما تلاحظون هناك يعني فوران هذا شيء طبيعي جداً بسبب التفاعل إذن في هذه الوصفة نحاول أن نكون سريعين جداً في خلط ودمج هذه العناصر جيداً مع بعضها البعض بهذا الشكل نخلط بسرعة المكونات فالوصفة قوية جداً جداً في تفتيح السواد والإسمرار خصوصاً إسمرار اليدين وكذلك القدمين إذا كان لديكم إسمرار في القدمين هذه الوصفة لا تضعها على بشرة الوجه لأنها قوية جداً فقط طبقوها على بشرة اليدين وكذلك القدمين بهذا الشكل نخلط جيداً دائماً نأخذ من هذه الوصفة مباشرة بعد خلطها ونقوم بتطبيقها بحركات تكون دائرية على كامل بشرة اليدين هكذا نستمر حتى نقوم بتغطيات كامل اليدين سوف تحسون بوخص قليل لكن هذا طبيعي لأننا لدينا هنا عصير الليمون الحامد وكذلك المكونات كلها يعني رائعة جداً في إزالة الإسمرار نفرد الوصفة بهذه الطريقة يعني نقوم هكذا بالفرق تقريباً لمدة عشرة دقائق فقط بالنسبة لهذا الماسك يمكن يعني الاعتماد عليه من مرة إلى مرتين في الأسبوع والنتيجة صدقوني أكثر من رائعة إذا كان هنا بالنسبة إلى الخطوة الثانية ممكن أن تأخذوا يعني النصف حبة من عصير الليمون الحامد وتمررونها هكذا بحركات دائرية على اليدين حتى يعني على المفاصل نركز جيداً كذلك على المفاصل حتى نقوم بإزالة كل الخلايا الميتة ونقوم بتفتيح البشرة كما قلت لكم هذه الوصفة تستعملونها بالليل لأن المكونات التي تحتوي عليها لا يجب أن نتعرض لأشعة الشمس عند وضعها لذلك من الأحسن دائماً أن نقوم بعملها في الليل هناك كذلك خطوة مهمة حبيباتي وهي كآخر خطوة أعتقد بأنها خطوة يعني واضحة للجميع ألا وهي خطوة الترطيب أصيكم جداً بالترطيب ولو كانت إمكانيتكم قليلة جداً ألا وهي ألا تستغنوا عن هذه الخطوة هي خطوة ضرورية ومكملة للخطوات السابقة وهي كذلك سر الحصول على بشرة ناعمة بدون مشاكل وهنا أقترح عليكم ولو يعني تقومون بترطيب بشرتكم سواء بالفازلين أو بأي نوع زيت متوفر لديكم أو أي كريم خاص سواء بالجسم تضعونه على بشرة اليدين لأن الترطيب مهم جداً كما يمكنكم أيضاً يعني تحضير كريم رائع جداً ورخيص جداً ألا وهو نأخذ هنا تقريباً مقدار ملعقة صغيرة من الفازلين بهذا الشكل فهي تكفي نأخذ ما يعادل مقدار ملعقة صغيرة هكذا ثم سنضيف إليها بضع قطرات من زيت الأطفال زيت جونسون أو كذلك حتى زيت اللوز الحلو أو زيت الزيتون كذلك أو زيت الورد يعني أي نوع زيت متوفر لديكم هنا قمنا بوضع مقدار تقريباً ملعقة من زيت جونسون للأطفال لأن بعد هذا الماسك كما قلت لكم ضروري جداً جداً من ترطيب بشرة اليدين حتى نتحصل على يعني ترطيب وكذلك ضياد هنا بعدما قمنا بخلط المكونات مباشرة بعد إزالة الماسك نقوم دائماً بالترطيب لأن ترطيب اليدين مهم يزيل التجاعد وكذلك الإستمرار نقوم بترطيب اليدين جيداً هنا بالنسبة لمرحلة أو لخطوة الترطيب فهي تكون بشكل يومي أما بالنسبة للماسك فهو تقريباً مرتين في الأسبوع المقشر مرة واحدة تكفي أو مرتين بالنسبة للمقشر بالنسبة لتقشر اليدين إذن نقوم بدهن اليدين بهذه الطريقة يعني بحركات هكذا دائرية حتى يعني تتغلغل أو يتغلغل هذا المرتب في البشرة إذن حبيباتي هذه هي وصفة اليوم الرائعة جداً لتبييد اليدين وكذلك إزالة كل الخلايا الميتة التي تكون عليها إزالة سواد اليدين سواد مفاصل الأصابع كذلك وجعلها رطبة ناعمة بيضاء كبشرة الأطفال دائماً ضروري أن نقوم بالاهتمام باليدين وكذلك الوجه لا ننسى دائماً اليدين لأن العديد من الأخوات يعني يقومنا بإهمال اليدين وهذا ما يسبب تجاعد وكذلك خشون باليدين واصمرار لأن اليدين جمالهما جزء من أنوتة المرأة إذن حبيباتي كانت هذه هي وصفة اليوم إذا أعجبكم هذا الفيديو طبعاً لا تبخلوا علي بالضغط على زر لايك مشاركة الوصفة مع الأصدقاء والمعارف حتى تعم الفائدة أيضاً إذا أردتم أي وصفة أو تريدون أي وصفة معينة لا تترددوا أتركوا لطلباتكم في صندوق التعليقات إن شاء الله سأجيبكم وألبي طلبكم بكل سرور إلى هنا وصلنا لنهاية فيديو اليوم دمتم في أمان الله وإلى اللقاء